هنروح لقائمة الهدفين وإن كان فيه جدل لمحمد عارف أن رونالدو أحرص خمس أهداف معنا على الشاشة الوقت كريسيانو رونالدو من البرتغال خمس أهداف باتيك تشيكي بخمس أهداف روماليو لوكاكو البلجيكي أربع أهداف فورسبورج السويدي بأربع أهداف كريم بن زيمال فرنسي بأربع أهداف وهاريكين الإنجليزي بأربع أهداف عندنا كمان جورجينو فلنالدو من الهولندي بثلاث أهداف عندنا ليفندووسكي بولندا ثلاث أهداف وهاريس طبعا نجم المنتخب السويسي بثلاث أهداف لكن بعض الناس برضا محمد بتقول رونالدو خمس أهداف تكلم على بيتر تشيك خمس أهداف ولكن الجايزة راحت لنجم المنتخب البطغالي كريسيانو رونالدو أكيد بسبب الأسست اللي كان عنده فرصة صنعة هدفه وده جعل كفة بتاعة رونالدو هي الراوحة في استحقاق بلقب هدف البطولة بكل تأكيد عايزيني أكمل برضو يا كابتن هاني من أهم الإنجازات أو الأرقام الكريسية قلنا أكبر عدد أهداف قلنا أعلى معدل هدف في نهايات كاس الأمم الأوروبية زي ما قلنا تقريبا هدفين كما سبعة أو تمانية كل مباراة أكبر عدد من الأهداف حصلت في يوم واحد في يوم واحد في يوم واحد كان يوم 23 يونيو وأعتقد ده في الدور المجموعات على ما تذكر أكبر عدد من الهدف في يوم واحد 18 هدف ده رقم كياس سجلته أيضا اليورو 2020 أكبر عدد من الهدف في جميع نهايات كاس الأمم الأوروبية طبعا كريستانو رونالدو ب14 هدف وزي ما قلنا أنه حصل على الهدف التاريخي للبطولة والمشاركات أيضا في نهايات كاس الأمم الأوروبية سعيدة أقاف عند حاجة ويمكن الكل المتابع للبطولة نحس بها الأهداف يعني بيقول النيراني الصديقة بمعنى أصح كان عدد كبير جدا جدا هل ده أنت شايفه بسبب التيمبو بسبب سرعة الأداء بسبب المفاجآت اللي بيحدثها المهاجمين على المدافعين أو سبب كل خبرة من بعض المدافعين أنت شفت الجزئية السلبية دي إزاي أنا شفت الجزئية دي بشكل إيجابي لكل صراحة ليه؟ لأن الطريقة الحديثة زي ما كنا نتكلم وزيادة الظهير الأيمن والأيسر مع الأجنحة كابتن لما حللنا الحداشر هدف اللي هو الطريقة العكسية في اليورو كل 11 هدف جم من خلال رفعات عرضية من داخل منطقة الجزاء مش مرتفعة بشكل عالي هنا المهاجم أو سوري الظهير الأيمن والأيسر أو الجناح اللي زاد وعمل الرافعة دي كابتن هاني خلاص أنا عملها بقوة مرفوعة من على الأرض قاصد أن هي هتخبط في لئمة في المدافع لئمة في حرس مرضي وبينك وبالعبها بقوة خبط خبط ما خبطتش ممكن تعد